اهلا بيكو يا رب تكونوا بخير النهاردة صناعة المحتوى اسهل من اي وقت التطبيقات والهواتف باعت بتعمل حاجات الكمبيوتر زمان ما كانش بيقدر يعملها والانترنت متوفر في جميع انحاء العالم تقريبا وبأسعار مناسبة جدا ومواقع التواصل الاجتماعي باعت جزء يكبر من حياتنا والشركات والمؤسسات والحكومات باعت بتستخدمها كوسيل اساسية في نشر المعلومات وبالتالي بقى فيه فرصة للناس اللي زي وزيك انها تبدع وتقدم الاستفادة للناس وسطها يوصل للملايين لأول مرة وكمان يكون لها مصدر رزم وبما ان ده اول فيديو في كورسة صناعة المحتوى فخلينا نعرف ازاي تكون صناعة المحتوى ومصدر داخلي لنا وفي الفيديوهات الجاية هنعرف ازاي نصنع المحتوى بالتفصيل بس قبل ما نبدأ عوزن نعمل لايك وشير ويلا بنبدأ بما اننا على اليوتيوب فخلينا نبدأ بمنصة اليوتيوب المنصة الوحيدة اللي هتدفعلك مقابل كل مشاهدة هي منصة اليوتيوب الشركات اللي حب تعلم بتتواصل مع جوجل ولما انت بتعمل اي فيديو وترفعها على منصة اليوتيوب جوجل هي اللي هتحط الاعلانات على الفيديو وبعدين تدفعلك 60% من قمة الارباح وهي هتاخد 40% لانها هي الوسيط والمنظم طريقة احتساب الربح معقدة شوية لانها بتعتمد على كذا حاجة مثلا بتعتمد على طول الفيديو او نوعية المحتوى لكن بشكل عام متوسط الربح من منصة اليوتيوب بيكون نص دولار لكل الف مشاهدة يعني مثلا لو عندك فيديوهات قديمة وبجيلك عليها مشاهدات يوميا وفي خلال الشهر مثلا وصلت الخمسة من يوم مشاهدة هيكون ربحك في الشهر تقريبا الفين دولار وده طبعا دخل عالي جدا ده بالنسبة لمنصة اليوتيوب لكن صناعة المحتوى على الانستجرام او توك توك او تويتر ما بيكونش عليها ربح لكن في طرق تانية تقدر تربح منها من خلال المنصات دي والطرق بكل بساطة كالتالي لما يكون عندك متابعين كتير هتتواصل معك شركات بشكل مباشر وهتقولك اعرض لنا المنتج او الخدمة بتاعتنا عندك وهندفع لك مبلغ مالي مقابل الاعلان وده طريقة الربح الاساسية على منصة الانستجرام يعني مثلا لو عندك 100 متابع نشط على الانستجرام هيكون سعر الاعلان الواحد 100 دولار طبعا بيختلف السعر لو كانت الشركة المعلنة كبيرة يعني لو قدرت تجمع مليون متابع على الانستجرام الاعلان الواحد بكل بساطة هيعدل 1000 دولار بعد كده منصة التك توك واللي انا شخصيا ما بحبهاش المنصة دي ربحها بيكون كالتالي عن طريق البس المباشر بتتحدى الاشخاص في المنصة والناس اللي بتتبعك بيستمتع بمحتوك وبعدين يبعتوا لك هدايا ودي بكل بساطة طرق الربح من المنصات المختلفة بعد كده خلينا نعرف خطوة بخطوة ازاي تبدأ في مجال صناعة المحتوى وملخص الخطوة الاولى هو اختيارك لنوع المحتوى اللي هتقدمه هل هي هوية انت بتحبها وبتحب تصنع محتوى من خلالها او متخصص في شيء وعاوز توصل المعلومة للناس او ممكن تعمل حاجة تانية ممكن خلال شهرين يوميا او يوم بعد يوم هتعمل محتوى عشوائي وبعد الشهرين هتشوف المحتوى الاكثر انتشارا والاكثر تفاعل وبعدها هتمشي عليه طبعا انا شخصيا انصحك انك تبدأ بالشيء اللي بتحبه لانك لما بتحب شيء هتبدأ فيه ومش هتوقف لكن احيانا الهواية اللي عندك مش بتكون مطلوبة وبالتالي محدش هيتابعك ولا عشاهدك ويبقى ملهاش لازمة وبالتالي لازم تبحث عن المحتوى الاكثر طالبا واللي اغلب الناس من كون تستفد منه بعد كده بعد ما شفت الناس بتحب ايه ودرست نوع المحتوى اللي هتصنعه لازم تنظم حساباتك او قناتك وتحط صورة احترافية عشان تجذب الاشخاص يشتركوا في قناتك ونفس الشيء في الوصفة او في البيو في حسابك لازم يكون واضح وسالس وسكل وجذاب بعد كده والسبب الرئيسي للنجاح هو الاستمرارية استمر وطور من نفسك او الفيديو مش هيكون احسن حاجة بس لو استمرت هتلاقي نفسك بتتطور واحدة واحدة ولازم تنظم جدولك وتعرف اولوياتك عشان لو ما عندك شوقت لصناعة المحتوى فلازم تعد ترتيب اولوياتك وتخلي صناعة المحتوى من الاولويات ديت لان في الاول هتحتاج وقت تتعرف المواضيع المطلوبة وازي هتقدم الفيديو بترى محترفة بعد كده وانت بتبني الفيديو خلي كل همك ازاي خلي المشاهد اطول فترة ممكنة في الفيديو عشان كل من المشاهد هشهد الفيديو المضة اطول كل ما الفيديو هنتشر فلازم تشدي انتباه المشاهد طول الفيديو ما تخليهش يمل طيب هتجي تقولي انا في البداية هحتاج معدات وادوات ولابتوب وده كله هقولك تليفونك اللي بين ايديك تقدر تعمل بيده كله بسهولة وهحكي لكم موقف حصل معاه من فترة احد الاشخاص دخل كلمني وقال لي ممكن اعرف معدات الصوت اللي بتستخدمها عشان جودة الصوت بتاحتك عالية جدا عشان انا عند الستوديو صوت متكامل وصرف عليه كتير ومش عارف اطلع نفس الجودة اللي حضرتك بتطلحها وقال لي على المبلغ اللي صرفوا على الستوديو المبلغ كان خيالي فعلا فقال لي ممكن اعرف معدات حضرتك فقال لي انا مش عاوز اصدم حضرتك واقولك اللي انا شغال بمايك بوية العادي المتعرف عليه في السوق وده عامل حوالي 15 دولار تقريبا واللي عاوز اوصله لك من ده كله لما تكون فاين في الحاجة اللي في ايدك هتعرف تطلع منها احسن نتيجة وده اللي هنتعلمه مع بعض في كرس صناعة المحتوى من الفيديو الجاي هنبدأ نتعلم ازاي نبني فيديو من الصفر ونتكلم على كل عنصر بالتفصيل استنوا الفيديوهات الجاية بتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وبس كده في امان الله